بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد ولي محمد السلام عليكم عزائي ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بحل تشكيلة متنوعة من المتباينات حلها إن شاء الله سيمكننا من فهم الموضوع بشكل أكثر إتقانة فدعونا نقوم بحل هذه المسائل في هذه المسألة هنا قلنا سابقا بأننا أول خطوة إذا كانت تحتوي على هذه الأشياء يجب أن نقوم بفلترتها أو تمظيمها الأطراف التي تحتوي على مجاهيل نضعها في جهة واحدة والأطراف التي لا تحتوي على شيء نضع في جهة ثانية بما أن هذه العناصر الأولى ليست بها شيء إذن هي موجبة أيضا الثمانية هي موجبة ثمانية فنقوم بنقل الموجبة الثنين إكس إلى الجهة اليسرى وستكون لنا بالسالب وهذه إلى الجهة اليمنى وستنتقل لنا بالسالب أيضا فعندك كتابة المسألة ستكون لنا كالتالي سالب أكس سالب أثنين أكس أصغر من أو يساوي سالب واحد سالب ثمانية وستكون لنا الجواب سالب ثلاثة أكس أصغر من أو يساوي سالب تسعة لتخلص من سالب ثلاثة نقوم بقسمها على سالب ثلاثة وهنا أيضا بما أننا قسمنا الجهة اليسرى إذن نقسم على الجهة اليمنى بنفس الشيء وقلنا بأننا إذا قمنا بقسم تقسيمها على رقم يحتوي على سالب نقوم ب أكس الإشارة طيب إذن ستكون لنا كالتالي سالب ثلاثة مع سالب ثلاثة سيتم ملغاؤهما وسيكون لنا إكس سالب مع سالب سيين لغي تسعة على ثلاثة سيكون لنا ثلاثة إذن هذا هو الجواب طبعا بالإمكان تمثيل هذا الجواب بشكل ثاني وهو كالتالي أن الإكس تنتمي إلى ماذا هنا لو قمنا برسمها هنا لو قمنا برسمها هذا هو الثلاثة هنا هنا الصفر وهنا الثلاثة بما أن الجهة في هذا الاتجاه وتحتوي على يساوي إذن ستكون بهذا الشكل ولا ليس طالب مننا أن نوجد المناطق الممكنة ولكن نريد أن نوضح شيئا هنا الإكس تنتمي إلى هذه المنطقة هذه المنطقة إلى ما لا نهاية إذن الإكس تنتمي إلى هذا الرمز هنا المنطقة الصغرى هي ثلاثة والكبرى لا نهاية لا نهاية يعني لا يمكننا أن نصل إلى نهاية الأرقام إذن تكون مفتوحة لأننا سوف لن نغلق هي مفتوحة إلى ما لا نهاية في الجهة اليسرى بما أن الرمز يساوي موجود إذن المنطقة مغلقة في الجهة اليسرى ستكون لنا كالتالي هذا التمثيل الثاني لها وهذا هو الجواب هنا دعونا نقوم بحل المسألة الثانية ماذا كنا نقول أول خطوة يجب أن نفرق الأرقام التي تحتوي على الرموز إذن سننقلها في الجهة اليمنى ونعكس إشارتها ستكون لنا بسالب سبعة إذن X ناقص 2X تساوي لنا ماذا تساوي لنا سالب X ومن ثم سيكون لنا هنا سالب سبعة للتخلص من سالب هنا ما الذي سنفعله سنخسمه على سالب واحد وهنا على سالب واحد إذن سنقوم بقلب الرمز هنا سيتم التخلص من سالب وسالب وهنا أيضا من سالب وسالب وهنا سيتم قلبه في هذا الشكل والX سنكتبها هكذا لأن X قسمة واحد X وهنا سبعة قسمة واحد ساوي لنا سبعة إذن هذا هو الجواب بالشكل الثاني هو كالتالي X أصغر من سبعة إذن هي تتناقص في هذا الاتجاه إذن تنتمي إلى ماذا إلى سالب انفينيتي أو سالب أرقام لا نهائية لأنها تتناقص إلى ما لا نهاية وفي الجهة الثانية سبعة أكبر من أو أصغر من أو يساوي سبعة إذن سبعة أكبر من أو تساوي X وبما أن الرمز يساوي إذن نقوم بغلقها هكذا أيضا هذا هو الجواب الثاني أو التمثيل الثاني للجواب نأتي للسؤال الثالث هنا قلنا ماذا نفعل هذا الرمز سننقله للجهة اليمنى ونعكس إشارته وأيضا X ننقلها الجهة اليسرى ونعكس إشارتها إلى موجبة فستكون لنا كالتالي 2X أصغر من سالب 3 وسالب 3 إذن سالب 6 2X طبعا هذه 2X لأن X وهنا سالب X تأتي لنا بالموجبة فستكون لنا X زائد X ساوي 2X وهنا أصغر من سالب 6 نتخلص من 2 نخسمه على 2 وبما أننا قسمنا على الجهة اليسرى ب2 إذن نخسمه على الجهة اليمنى أيضا ب2 سنتخلص من ال2 وهنا سنتخلص من ال2 وسيتبقى لدينا من ال6 3 إذن X أصغر من سالب 3 لأننا لم نخسمه على سالب 2 على 2 لا يوجد سالب إذن الرمز سوف لن يقلب إذن هذا هو الجواب النهائي إن كنا نريدها تمثيلها بهذا الشكل ستكون لنا أن الX تنتمي إلى ماذا في هذا الاتجاه إذن هي تتناقص إذن إلى ما لا نهاية في الجهة الأخرى التي هي بالسالب وهنا سالب 3 لأن لا يوجد لنا يساوي إذن هي هكذا الآن دعونا نقوم بحل هذه المسألة هنا أول خطوة سنقوم بنقل هذه القيمة هي موجبة إذن ستنتقل لنا في الجهة اليمنى وإشارتها سالبة ستكون لنا كالتالي 10X أصغر من سالب 3 سالب 7 إذن 10X أصغر من سالب 10 للتخلص من 10 نقسم الجهتين على 10 لأننا لم نقسم على سالب إذن الرمز سوف لن يقلب سنكتبه مجددا هكذا 10 مع 10 ستم تخلصونها وال10 مع 10 ستم تخلصونها وسيتكتب هنا واحد إذن X أصغر من سالب واحد وهذا هو الجواب النهائي تمثيلها هكذا سيكون لأنها ستتناقص في هذا الاتجاه إذن X تتناقص إذن تنتمي إلى سالب ما لا نهاية وهنا سالب واحد هل يوجد رمز يساوي لا يوجد إذن الفترة مفتوحة الآن دعونا نقوم بحل هذا السؤال أول خطوة ماذا ننقل الأطراف الثابتة في جهة والأطراف التي تحتوي على متغيرات أو مجاهل في الجهة الثانية هنا موجبة إذن تنتقل بالسالب هذه أيضا موجبة لأنها لم لم يكتب الرمز هنا أو الإشارة هنا ستنتقل لنا بالسالب إذن 2X ناقص 5X أصغر من أو يساوي سالب 6 ناقص 3 إذن 2 ناقص 5 سالب 3 والإكس نكتبها مجددا أصغر من أو يساوي سالب 6 سالب 3 سالب 9 للتخلص من سالب 3 نقص على سالب 3 للجهتين هنا سيتم التخلص من وهنا أيضا سيتم التخلص من السالب هنا من السالب أيضا والثلاثة سيتم التخلص منها والتسعة سيتم تقليصها إلى ثلاثة لأن ثلاثة مضروبة في ثلاثة تسعو لنا تسعة وهنا مقسوم على ثلاثة هنا تتزايد هنا الـ أين هو هنا الـ تتناقص هنا الـ تتزايد هنا الـ تتناقص أصغر من هنا الـ تتناقص أصغر من إذن نكتب سالب لا نهاية أو لا نهاية في الجهة السالبة هنا بما أنها تتزايد إذن تنتمي إلى ما لا نهاية في الجهة الموجبة وهي دائما مفتوحة وهنا تبتدي من ثلاثة وبما أن الرمز يساوي إذن هي مغلقة هذه الفترة مغلقة ومفتوحة في الجهة الثانية إلى ما لا نهاية الآن دعونا نقوم بحل هذه المسألة هنا أو هذه المتراجحة أو المتباينة أول خطوة نقوم ب فك الأقواس بضرب الثلاثة في العنصرين وستكون لنا كالتالي ثلاثة في إكس ثلاثة إكس ناقصا ثلاثة في أربعة تساوي لنا سالب الثنعش لأن السالب موجودة هنا أصغر من ثلاثة ثاني خطوة نقوم بنقل الطرف الذي لا يحتوي على رمز في الجهة اليمنى ونقلب إشارته إلى موجبة لأن إشارته هنا سالبة إذن سيكون لنا كالتالي ثلاثة إكس أصغر من ثلاثة زائد اثنى عشر إذن ثلاثة إكس أصغر من خمسة عشر نتخلص من ثلاثة نقسم على ثلاثة في الجهتين وسيكون لنا الجواب النهائي إكس أصغر من لأنه لا يوجد إشارة سالبة إذن نكتبها مثل ما هي إذن خمسة عشر قسمة ثلاثة هي خمسة وهذا هو الجواب النهائي هنا الإكس تتناقص لأن الخمسة أكبر من الإكس إذن الإكس تتناقص إذا كانت تتناقص إذن الإكس تنتمي إلى ماذا في الجهة في الجهة اليسرى ما لا نهاية في 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 بإشارة سالبة وفي الجهة اليمنى هي أصغر من خمسة وبما أن لا تساوي إذن الفترة مفتوحة وهذا هو الجواب هنا ماذا لدينا لدينا أقواص في الجهتين إذن يجب أن نفك كل أقواص للجهتين ستكون لنا 2x زائدا 2 في 3 6 أكبر من أو يساوي 4 في إكس 4 إكس الناقص نكتبه مجددا 4 في 1 4 ثاني خطوة ننقل الأطراف التي تحتوي على مجهول في الجهة اليسرى وننقل إشارة ونعكس إشارتها بما أنها موجبة تكون سالبة والأرقام في الجهة اليمنى وبما أنها موجبة ستنتقل بإشارة سالبة إذن 2x ناقصا 4x ناقصا 4x أكبر من أو يساوي سالب 4 سالب 6 إذن 2 ناقصا 4 سالب 2x أكبر من أو يساوي سالب 4 أو سالب 6 سالب 10 للتخلص من سالب 2 نخسم الجهتين على سالب 2 السالب مع السالب سيتم تخلص من السالب مع السالب سيتم تخلص من 2 مع الاثنين أيضا سيتم تخلص منهما العشرة قسمة 2 تساوي لنا 5 وسيتم تخلص من 2 في المقام أيضا بما أننا قسمنا على رقم بالسالب إذن سيتم قلب الرمز وسيكون لدينا كالتالي x أصغر من أو يساوي 5 وهذا هو الجواب النهائي لتمثيلها بالشكل الثاني يكون لنا كالتالي x تنتمي إلى طبعا هنا x أصغر من أو يساوي إذن x تتناقص إذن نكتب سالب ما لا نهاية وهنا تنتهي إلى 5 وهي تساوي طبعا 5 إذن بهذا الشكل الآن دعونا دعونا نحل متباينة تحتوي على الرمز التي لا تستخدم هي ليست أكبر من أو يساوي ماذا قلنا عنها أول خطوة نقوم بالإمكان أن نستخدم الرمز الثاني ولكن سنقوم بالتثبيت عليها وسنواصل طبعا أول خطوة سنقوم بنقل هذا العنصر بهذه الجهة وسنقوم بتغيير إشارته بما أنها موجبة ستكون بالسالبة وموجب أربعة ستنتقل في الجهة اليمنى وسنغير أيضا إشارتها إلى سالبة وستكون لدينا كالتالي 3 X ناقص 2 X ليست أكبر من أو يساوي 24 أو 24 ناقص 4 ستكون لدينا 3 ناقص 2 ستساوي لنا X ليست أكبر من أو يساوي 24 ناقص 4 20 ومن ثم نقول ماذا قلنا بأن هذه المرادف لها ماذا بما أنها بهذا الاتجاه إذن نقوم بأكسها وبما أنها تحتوي على يساوي إذن الجهة الثانية لا تحتوي على يساوي إذن الـ X أكبر منها العشرين أي الـ X أصغر من العشرين أي بما أن الـ X أصغر من العشرين تعني لنا بأن الـ X تتناقص هي في هذا الاتجاه أي في جهة صالب ما لا نهاية إذن الـ X تنتمي إلى صالب ما لا نهاية وهي مفتوحة وفي الجهة الثانية عشرون وأيضا بما أنها لا تحتوي على يساوي إذن نجعلها فترة مفتوحة في الجهتين وهذا هو الجواب النهائي شكرا لكم أعزائي ونتمنى بأنكم استفدتم من هذه التشكيلة المتنوعة في الأسئلة المتعلقة في المتباينات شكرا لكم أعزائي أيضا ونلقاكم مجددا في دروس قادمة أعزائي أعزائي